قال ممثل دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة تتعارض مع القانون الدولي وأضاف خلال جلسة المرافعات الشفوية الثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية أن الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة أكثر فضاعة من نظام الفصل العنصري هذا التحدي الإسرائيلي وعدم الاستماع إلى نداء الملايين من الفلسطينيين واليوم نتحدث وثلاثين ألف فلسطيني سقطوا شهداء في قطاع غزة نتحدث اليوم سيد الرئيس الشعب الفلسطيني يدفع الدم ويدفع الروح سيد الرئيس إسرائيل تفعل كل ذلك ضد الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوق الإنسان وتنتهك أيضا معايير القانون الدولي الواضحة وتتمتع بحصانة إن العالم يعيش حالة من الضعر والخوف بسبب الهجومات المستمرة من قبل إسرائيل على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر